للأسف هناك ما فيها تدير مكاتب العمالة المنزلية وهم من وقفوا ضد الشركة الحكومية وهني لازم الحكومة تعمل بجهد وتعمل بقوة أسست شركة نجحيها اختاري الناس الصح وهي مختارة الناس الصح في الأسبوع الماضي جلست مع الأخ وزير التجارة على هذا الموضوع وللأمانة قام بدور كبير واجتمع مع الشركات أو المكاتب واتفق معهم أو تفاهم معهم وهو اليوم بيده أن يساعد الشعب الكويتي وينزل الأسعار الخيالية التي تصير وكذلك يحلون مشكلة العمالة من الهند ومن الفلبين العمالة المنزلية وبإذن الله نحن نراقب تحركات الوزير وإيدنا بيده ونحن نعمل معه وأيضا سنراقب شركة الدرة ومسألة وقت وبإذن الله هذه الشركة ستعمل ومثل ما قلنا بأن هذه الشركة ستفيد منها كل بيت كويتي ترجمة نانسي قنقر